اكتشاف المهم خلال هذه الفترة هو وجود مكان بالقرب من مصانع أو ورش صناعة الفخار والدمة الطينية يوجد مكان عام أو ما أشبه بالحانة مقسم على قسم ينهي قسم الأول يحتوي على غرف ودكاك للتناول الأطعم عليه أما القسم الثاني وهي عبارة عن باحة لتناول الطعام في الهواء الطلق كذلك تحتوي على جرتين الواحدة داخل الأخرى تستخدم لحفظ الأطعم والسوائل وتعمل عمل الثلاجة في الوقت الحاضر على يد البحثة الأمريكية من جامعة بن سلفانيا برئاسة الدكتورة هولم يتمن وللموسم الرابع موقع لقش أو تلول الهباء هي مدينة سومرية وحاضرة سومرية مهمة يرجع السكن فيها إلى الفين وتسعمية قبل الميلاد أسسها الملك السومري أور نامشة عام الفين وتسعمية قبل الميلاد وتعاقب عليها عدة ملوك سومريون ولكن هذا الاكتشاف هو يدل على أنه هناك كان شبه تساوي بين الطبقات من حيث الأماكن الترفيهية أو الأماكن الأكل أو المستوى المعيش العام في ذلك الزمن ترجمة نانسي قنقر